جوزي جوميز في المجمل في مجمل أعماله أنت راضي عنه ولا لأ؟ لا أنا مش بص أنا شايف جوميز مش الكوتش مش الهيد كوتش اللي يبقى شغال في نتز مالك ده وجهة نظري ماشي؟ ليه؟ ليه حلو قوي ما أكيد مش كست بس إنه شارك أشرك الشباب بس مع بعض لا بص من ساعة ما جي جوميز لحد يومنا هزا أنا ما شفتش تركاية باستثناء باستثناء شغل الملعب اللي بتعمل هو كويس أو فيه أم مالقي تركاية في إدارة مباراة تغييرات بداية جيم يعني مثلا على سبيل المثال لما يكون أنا عندي إبراهيماني ضايق ولعبه ثلاث ماتشات وارا بعد باكليفت وعندي ناس تاني موجودة لما لعبت كانت كويسة وصر أن أنا لعب إبراهيماني ضايق بنا عندي مشكلة ماشي؟ لما قعد أغير في أماكن اللعيفة الصغيرين زي مثلا أنا عمّار ياسر وهو مركزه الأساسي هافليفت ألعبه مرة فيرو ده ألعبه هافريت ألعبه كذا أنا عمّالة ألففه الملعب كله مش هيديني اللي أنا منتظره منه يبقى أنا عندي مشكلة لما يكون أنا هو على فكرة الرجل ترينر قوي جدا ركز في الكلمة ترينر قوي جدا يعني جاهز الفريق بشكل كويس قوي وبيعمل شغل شغل ملعب يوصلك للجوم بشكل كويس قوي إنما إدارة الجيم إدارة الماتش عايز أليك سؤال فضل إنت مدرب نادي الزمالك تمام وتعني اتكلم بصراحة آه الزمالك عنده لعبة مميزة في التشكيلة بتاعته بس عنده نواقص في كثير من المراجز ما بقولش لأ صحي كده ورغم كده قدر ياخد كونفيدراليا والدوري إحنا فاهمين من بداية الموسم عشان البداية الغير جيدة لنادي الزمالك ما كانتش في الجيم أوش آه كسب الأهلي وبعكب على فرق 6 نقط وكان ممكن يرجع تاني لمنافسة تأخر في ثلاثة أربع مباريات بعد كده هم دول اللي ضياعوا الدورة هم دول اللي ضياعوا الدورة وضياعوا المنافسة في الدورة هم 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 التلاث ماتشات دول اللي سبب فيهم إن النضاي بيلعب باكليفت وهو وحش قوي في الحتة دي ده ممكن يلعب أي مركز في الملعب إيه المركز ده هم مش بيشتغل في ظروف طبعية برضه كابتن طب حبيبي ما هو تعالى على فكرة أنا بحاول أخد الطرف التاني احنا لعبنا الزمالي بعد ملعب نضايق لعب محمد عاطف باكليفت إلى حد ما ظهر بشكل كويس هم طب كان فيه من بدري ليه ما تجربش من بدري ورميته في وقت إيه انت رميته ماتش للإسماعيلي أول ماتش ليه أساسي هم في أستاذ القاهرة على لعيب زي عبد الرحمن مجدي هم لعيب متمرس لعيب قوي من أفضل اللعيب اللي في مصر في مركزه دلوقتي هم بعد زيزو الشحات وبعد الناس دي هم ومع ذلك الولد قد أداء جاي جدا 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 هم يعني عندك هم عندك اللي تقدر توظفه يديك الحد الأدنى أحسن من النضاي بس انت المشكلة ان انت في حاجة ان انت اتأخرت قوي في ان انت تدفع بدا هم عندك حسن أبو المحاط اللي اديته الفترة الأخيرة هم في مركز الباكليفت هالفكرة ان جيزوالدو فريرا تحط في نفس الموقف بس لحسن عشان هيد كوتش عشان رجل مدير فني عبقري قدر يطوع اللعيبة ويطوع طريقة لعبه على شكل التيمي اللي موجود تحت ايده اللعيبة اللي تحت ايده غير طريقة اللعب مرتين في ماتشهات معينة كان بيلعب يبتدي تلاتة وبعد كده يقلب اربعة عشان يكسب وبعد كده يرجع تاني لتلاتة عشان يأمل ماشا بس انت برضو لازم تقيس فكرة انه خبرات فريرا اقوى اكبر بكتير من خبرات جيزو جوميز احنا جايبين مدرب اجنبي دي طيب احنا معلش معه هو انا جايب مدرب اجنبي عشان خاطر يعمل لي الطبيعي ولا يعمل لي الواو ما هي دي الفكرة كريمة على فكرة هو انا بيقولي الكلام ده عايزة بقى مدير فني ندزة مالك لسة بدري جد بس انا همني مصطحة ومش عايزة الناس يا جماعة تفهم ما يزيدش على حب طريق السيد بنادزة مالك انا الحمد لله ما بخشش ندزة مالك شغل يعني ما بتكلم عن نادزة مالك بتكلم عشان اما حبه ومحدش يزيد على دي محدش يفهم كلامي بشكل غلط لان قريت ده انا ما بشتغلش في النادي بس انت النهاردة حستك جاي المره دي تحديدا على عكس كل مره اقولي انا قريت صح ولا انك زعلان زعلان لما اعرف ان في حد من الناس اللي انا كابتنهم ومعلش يعني لما تيجي تحط طريق السيد في مزان مع اي حد موجود لا انا اسف يعني لا طريق السيد بعيد في حالة بعيدة قوي عشان بس الناس تفهم وتحط دماغها صحة في الكلام من مفيدها لا تقصد